صرح معالي وزير شؤون الدوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لسموه حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى موعد يحدد لاحقا مبتهلين إلى البر عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية